ازاي اوكو عاملين ايه؟ النهاردة عايزين نتكلم عن ازاي اخلي ابني يتعلق بربنا ازاي اجعل الطفل يتعلق بالله سؤال جالنا كده ازاي اخلي ابني متعلق بربنا او بيحبه او بيحب ربنا طيب حاجتين هنتكلم فيهم اول حاجة القدوة او النموذج اول حاجة القدوة او الايه او النموذج يعني ايه القدوة او النموذج يعني الطفل دايما بيعمل الحاجة اللي بيشوفها بيقلد اللي بيشوفه مش بيبقى الموضوع ان هو يسمع اوامر ام صلي ام اعمل ام ام لما هو هفضل انا اقول لابني ام صلي ام اتوضى ام مش عارف ايه وهو عمره ما شاف بابا بيتوضى ويصلي والعمره شاف مامته بتتوضى وتصلي طيب القضاء والنموذج ان انا لازم ابني يكون شايف بابا او ماما متعلقين بربنا متعلقين بربنا ازاي ان هم مثلا ان ماما اول ما ماما او بابا اول ما بيسمعوا الادام بيقوموا يصلوا يوم الجمعة لما بابا دايما بيهتم او ان هو يوم الجمعة يصحى بدري ويهتم ان هو ينزل الصلاة في رمضان مثلا ان احنا بنصوم رمضان ياخد باله او ان فيها وقات يقدر يقرأ فيها قرآن تمام ياخد باله من ان هو بيقول اصقار قدام ابنه الحاجات دي كلها بتخلي اولادنا يبدأوا يتعلقوا بربنا سبحانه وتعالى ليه لان هو بيبقى شايف مامته وبابا بيعملوا الحاجات دي قدامه فطبيعي هو يحاول يقلد اللي هو بيشوفه في البيت كمان الطفل دايما اكتر حد بيقلده هو مامته اكتر حد بالنسبة للطفل يقدر يقلده هو الام اهم نموذج واحسن نموذج الطفل بيقلده هو الام تمام فلما بيلاقي مامته بتصلي كل الاوقات وبتقوم مثلا مهتمية ان هي بتسمع بتسمع قرآن او بتقرأ قرآن او في الصيام بتصوم مهتمية بالحاجات دي بيبدأ الطفل يحب الفكرة نفسها يحب ان هو يقلد حد اكبر منه فمين اكتر حد ممكن يقلده مامته او بابا ممكن كمان ياخد القدوة من خاله من عمه من عمته من خالته بس اكتر حد بيبقى متمثل عند الطفل قوي وبيبقى عايز يقلده هو مامته تمام وكمان الاب ليه دور في ده ان هو رايح يصلي الجمعة هياخد ابنه معاه لو بيقرأ قرآن يقعد يقعده جنبه عشان يتعلم يعني يبدأ يتعلم معاه يبدأ يحفظه ايات صغيرة من القرآن تمام ده بيخلي الطفل يبدأ يتعلق بايه بربنا تمام وخصوصا ان لما الطفل بيشوف بعينه غير لما بيسمع بودنه الطفل بيتأثر اكتر بالحاجات اللي بيشوفها بعينه ومش بيتأثر باللي بيسمعه بايه بودنه يبقى دي اول خطوة اللي هو القدوة او النموذج تاني خطوة الجانب العملي الجانب العملي بقى اللي هو ايه مش ان انا بقى ممكن ابدأ جانب عملي مع ابني بمعنى ممكن اشوف اي برامج عن القرآن الكريم برامج عن قصص الانبياء حاجات بتتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام حاجات كتير جدا كده الطفل يبدأ يسمعها او اعمله زي برنامج ان انت كل يوم لك نص ساعة هتسمع مثلا حاجات عن الرسول عليه الصلاة والسلام هتسمع حاجات بعض صفات ربنا سبحانه وتعالى اسماء الله الحسنة كل معنى من معانيها ممكن في كل يوم نعلمه اسم من اسماء الله الحسنة ده بقى الجانب العملي اللي هو فعلا بقى ابدأ اخلي ابني يعمل كده تمام يعرف زي ما اتفقنا صفات ربنا من خلال اسماء الله الحسنة من بعد ايات القرآن يشوف رحمة ربنا في اي قصة من قصص القرآن والحاجات دي بينة جدا وقدر ابسطها للطفل وفي حاجات كتير جدا دلوقتي معمولة بتبسط الحاجات دي للاطفال تمام لان الانسان يعني ما بيحبش ما يجهله تمام فلازم الطفل زي ما الكبير عارف ربنا او يعني بدأ يقرأ ويشوف ويعرف اسماء الله الحسنة ويقرأ في القرآن لازم ابدأ اشوف حاجات تعلم ابني ده بشكل عملي تمام في الجانب العملي ده ان انا عرف ابني بربنا سبحانه وتعالى من خلال صفاته ومن خلال اسماء الله الحسنة ومن خلال القصص الكتير جدا اللي موجودة في القرآن اللي بتدل على رحمة ربنا في كل حاجة هيبدأ ابني يتعلق بربنا يبقى هم حاجتين القدوة او النموذج تمام تاني حاجة الجانب العملي ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة ازاي ابني يتعلق بالله نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة